لمعرفة ما هو ذا السكري أولا سنتعرف على كافية استعمال جسم الإنسان الطاقة المخزنة في الأغذية عند تناول الإنسان العادي للطعام والذي يتكون من ثلاث مواد أساسية النشويات والقروتينات وكده الدهنيات خلال عملية الهضم مواد كيميائي في المعيدة تحلل النشويات إلى الجليكوز هذا الأخير عندما يصل إلى الدورة الدموية بكمية كبيرة يستشعره البنكرياس فيقوم بإفراز الأنسلين هذا الأنسلين يعمل كمفتاح يمكن الجليكوز من الدخول إلى داخل الخلايا حيث يتحول إلى طاقة تستعملها الخلية كمثال خلية العضلة ويمكن كذلك الأنسلين من خزين الجليكوز داخل الكبد ليتم تحريره واستعماله من طرف الجسم كطاقة في الفترة بين الوجبات وكذلك خلال الليل داء السكري من النوع الأول يهاجم الجهاز المناعي الخلايا المسؤول عن إفراز الأنسلين في البنكرياس ويطلفها بدلا من مهاجمة وتدمير الجراثيم أو الفيروسات الضارة ونتيجة لذلك يبقى الجسم مع كمية قليلة من الأنسلين أو بدون أنسلين على الإطلاق في هذه الحالة يتجمع السكر ويتراكم في الدورة الدموية بدلا من أن يوزع على الخلايا المقتربة في الجسم أما مرض السكري من النوع الثاني فالبنكرياس ينتج من الأنسلين كمية أقل من تلك التي يحتاج إليها الجسم أو الأنسلين المفرز ليقوم بدوره في تحليل الجليكوز وبالتالي كمية مهمة من هذا الأخير لا تستمكن الخلايا من استعمالها كطاقة ويحصل إذن ارتفاع غير طبيعي لتركيز السكر في الدم أما أعراض داء السكري فهو كسائل الأمراض يعرف مجموعة من الأعراض التي تظهروا على الشخص المصاب واستمتل في عطش وجوع شديدين كثرة البول في أوقات متقاربة تعب شديد انخفاض الوزن لأسباب غير واضحة تشوش في الرؤية شفاء الجروح ببط تلوثات متواثرة في اللثة والجلد وغيرها أما مضاعفة داء السكري فتحدث كلما طالت مدات الإصابة وانخفضت السيطرة على نسبة السكر في الدم وقد تكون مضاعفات مسببة لإعاقة أو تصبح مميتة ومن أهمها أمراض القلب والأوعية الدموية تلف الأعصاب حيث يمكن للسكر الزائد أن يصيب الشعيرات الدموية التي تغذي الأعصاب خاصة في القدمين تلف الكلي اعتلال البصر عن طريق تدمير الأوعية الدموية لشبكة العين إصابة القدم قد تؤدي إلى البطر في حالة إهمال العلاج أمراض جلدية وغيرها من المضاعفات تشخيص داء السكري هناك مجموعة من فحوصات الدم التي يمكن بواسطتها الكشف وتتبع داء السكري والتي تنقسم إلى قسمين النوع الأول فحص مستوى السكر في الدم أو ما يسمى بالتحليل الصغيرة لهيالا غليسيمي ويستعمل في هذه الحالة جهاز ديكسترول لقياس نسبة السكر في الدم أو أخذ عينة من الدم وإرسالها للمختبر ويقام هذا الفحص سواء كان المريض في حالة سيام أو في حالة إفطار بالنسبة للشخص الصائم نقول أنه مريض بداء السكري عندما تكون نسبة السكر في الدم أكبر من 1.26 جرام على اللتر أما بالنسبة للشخص الغير الصائم نقول أنه مريض كذلك إذا كانت نسبة السكر في دمه أكبر من 2 جرام على اللتر ويستعمل هذا النوع للكشف وكذلك تتبع داء السكري أما النوع الثاني فيسمى الهيموغلوبين السكري يعني الهيموغلوبين غليكيل والذي يسمى عند عامات الناس تحليلة الخزان والذي يستعمل لتتبع مدى تنظيم مستوى السكر خلال 3 أشهر الأخيرة ونقول أن هذا الأخير منتظم عندما يكون أقل من 7% عند المصابين بالسكري نوع الأول وأقل من 6.5% عند المصابين بالسكري من النوع الثاني وفي الأخير ينصح جميع مرضى السكري بأخذ دوائهم باستمرار وبشكل غير متقطع إضافة إلى احترام مواعيد الزيارة الثبية وكذا مواضبة على تغذية متوازنة وممارسة تمارين رياضية بشكل مستمر موسيقى